على ضفاف الخليج العربي تبدو الأوضاع مهيئة لأزمات جديدة لسيمة في إيران والعراق فطهران تواجه عقوبات أمريكية متصاعدة تستهدف بالأساس قطاع النفط والطاقة فيها بينما يتوقع أن يعاني العراق بدوره من آثار تلك العقوبات بسبب حكوماته الخاضعة لنفوذ سياسي وعسكري بل واقتصادي إيراني إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تصعيد جديد ضد إيران قررت عدم تمديد فترة الإعفاءات الممنوحة لبعض الدول من العقوبات المفروضة على صادرات النفط الإيراني قرار بموجبه تنتهي الإعفاءات التي كانت تتيح لبعض مستوردين نفط الإيراني مواصلة الشراء دون مواجهة عقوبات أمريكية عندما يحل أجلها في شهر آيار المقبل وعلى الرغم من أن القرار الأمريكي الجديد لم يتطرق إلى الحديث عن صادرات الغاز الطبيعي الإيرانية إلا أن حكومة عادل عبد المهدي في بغداد استشعرت خطرا ما في الأفق يهدد ارتباطها الوثيق بنظام الملالي في طهران إذ استبقت وزارة الكهرباء القرار الأمريكي بالتأكيد على أن شحنات الغاز القادمة من إيران ستزيد خلال الشهر حزيران المقبل لأن بغداد بحسب الوزارة لا تملك بديلا يسد مكان غاز طهران غير أن الأمر بحسب محللين لا يحل بتصريحات فإذا كان الهدف هو توفير الغاز للعراق فلا بد من البحث عن بداء للغاز الإيراني الذي يستورده العراق بأسعار تفوق السعر العالمي لكن يبدو أن حكومة عبد المهدي غير معنية بتوفير الغاز للعراق بقدر عنائها بتخفيف العقوبات عن نظام طهران الأمر الذي يطرح مزيدا من التساؤلات بشأن حكومات العراق وتوجهاتها ولائها السياسي